طاقة الأمل الجميلة اللي معانا لازم أقدمها بكل محبة لأنه وحشني جدا وهو عضو مؤسس أيضا لمسرح رأس الخيمة الوطني وحقول إيه شارك في عدد من الأعمال ده معظم الأعمال المسرحية القوية اسمه موجود وقت ساهل مهرجون والخوف سمي بلا حرج أعمال إذاعة أعمال تليفزيون وهو أيضا منتج أعمال جميلة سابت عندنا أثر يعني حتى اللي هم بيتابعوا الأعمال الخليجية معجبين بهذه التركيبة لراجل متخصص مع الدكتورة في الأدب المسرحي من جامعة منشستر ضيفي على سكايب هو الفنان الإماراتي الصديقي دكتور حبيب غلوم يا مساء الأنوار يا أهلا وسهلا إزايك مساء الورد الله يخليك إزايك اشتقتلك الله يسلمك مادين حبيبي عايز أعرف البداية تفاصيل مسابقة نجم الصيف الإماراتي إزاي جات الفكرة وإيه يعني نجم الصيف يعني أنا في معلومة فقط بعد طبعا تحية المشاهدين في قناة تين وتحياتي لتش وحشين كثير يا مادلين حبيبي الله يسلمك أنا مسؤول عن فعاليات صيف بلادي على مستوى دولة الإمارات يمكن لأكثر من 12-14 سنة الله الله صيف بلادي في الإمارات وتكون مسؤول وتعمل فيها نشاط وتجيب فيها مثلا يعني حركة سياحية ده ده مهمة مشنو إمبوسبل نحن طبعا كل سنة مادلين في الصيف نستثمر وقت الفراغ عند أبنائنا من الطلبة والطالبات على مستوى دولة الإمارات نعم فيعني يكون عندنا تقريبا مش أقل من 20 إلى 25 ألف طالب وطالبة نستثمر طاقاتهم الإبداعية في الصيف بحكم خاصة للناس اللي ما يقدروش يسافهون لكن لأنه السنة دي يعني في جائحة كورونا فقررنا أن نحن نستثمر طاقاتهم الإبداعية ونشغلهم بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع من خلال يعني السوشال ميديا والمواقع الموجودة على إذنها مثل الزوم والسكايف وغيرها طب دكتور حبيب عفوا حضرتك دكتور حبيب يعني نجم الصيف كده لا يعني أنه نجم بغني ممكن يكون نجم في الأدب نجم يعني رحيح نحن عملنا ثلاث مجالات عملنا نجم في الإعلام كإعلامي الله طبعا وكان عندنا أيضا في موضوع الشعر جميل وموضوع الغناء أو الموسيقى بشكل عام سواء عزف أو غناء والتنفيذ لذلك حتى تم اختيار أعضاء لجنة التحكيم من الناس المتخصصين في كل هذه المجالات لتحكيم طبعا المواهب اللي جدنا والحمد لله يعني جدنا مشاركات كثيرة سواء من داخل الدولة أو من الخارج يعطيك العافية من مصر ولبنان حبيبي أنا لسه معي دقيقة بيقولي المخرج الحقيقة عزة البنة كتب لي أنه أنت قدرت تعمل تصوير فيلم سينمائي ومسلسل جديد رغم ظروف الكورونا فعايزة أتكلم عليهم يعني على عجلة طبعا نحن أنا يعني مسلسل الشهد المر واليوم يعرض على أبوظبي وعلى الأوسن الآن يعرض يعني هلأ أيام وعرض على قناة الإمارات في رمضان داهمنا طبعا الوقت بالنسبة للكورونا لكن احنا كنا قدر المسؤولية وبعد أيضا الانتهاء من رمضان كنا مطررين أيضا لدخول فيلم لأنه كان في مواعيد تسليم واستطعنا بقيادة طبعا نهل الفهد المخرجة الإماراتية أن احنا نجتاز المرحلة هذه ونصور الفيلم والحمد لله الفيلم اليوم موجود في مصر أيضا لدخول الأخير دكتور حبيب وعدني لما تيجي القاهرة بإذن الله تعالى تكون ضيفي في قناة تن هنا في حلوة يا دنيا أنا أسرة أخويا كميل كميل رامز التبر أسرته هو مراته بنته ابنه أصيبوا كلهم بالكورونا شكرا الإمارات شكرا حبيب غلوم اللي لما كلمته كلم ابنه دكتور يوسف وقفته جنبي أشكركم شفيت العيلة كلها حبيبتي يا أمارات تحية الإمارات أشكرك دكتور حبيب غلوم شرفتيني ونورتيني شكرا